شاهدين الكرام مساء الخير عليكم و اهلا بكم في لقاء جديد من لقاء منتظر حبيت ابدأ كلامي معاكم النهاردة بحاجة مهمة جدا حاجة مهمة جدا في حياتنا حاجة بتدي طعم للحياة حاجة من غيرها مش بنقدر نعيش وفعلا بنحس ان احنا مفتقدين حاجة كبيرة موضوع الفقرة بتاعت النهاردة او رسالة لقاء منتظر عن الصداقة الصداقة هي شيء مهم جدا في حياتنا الصداقة من غيرها مش بنقدر ان احنا نتعايش بنحس ان في حاجة كبيرة نقصانة بس دايما لازم يكون عندنا فن في اختيار اصدقائنا لان مش اي حد ينفع نقول عليه صديق كلمة صديق دي كلمة كبيرة جدا مش هينفع ان احنا نقولها على اي حد مش اي حد كده في حياتنا ينفع نقول عليه صديق بجد ومش اي حد برضو زميل ينفع نقول عليه صديق الكلمة دي والكلمة دي فيه بينهم فرق كبير جدا لازم نكون عارفينه الصديق هو اللي بيكون معاك في وقت حزنك ووقت شدتك قبل وقت فرحك الصديق هو اللي بيكون في وقت نجاحك هو مصدر الدعم الاساسي ليك هو اللي بيكون بيشجعك وبيفرح لك اكتر من نفسك الصديق هو اللي بيكون معاك في كل حاجة وبيوجهك للصح وللغلط كتير مننا بيكون عندنا اصدقاء كتير جدا في حياتنا بس وقت الشدة بنكتشف فعلا ان هما اتنين او تلاتة اللي بيتقال عليهم اصدقاء عندنا الاصدقاء بينقسموا النعين فيه نوع منهم الاصدقاء اللي هما الصحبة الصالحة وفيه اصدقاء السوق طب احنا ازاي نعرف ان ده صديق سوق ولا صديق صحبة صالحة عندك صديق انت كولد ممكن صديق يجي يقولك يلا ننزل نجرب مثلا نوع شيشة جديد على القهوة يلا ننزل معرفش ان نعمل ايه يلا ننزل نقابل بنات انا رايح اقابل كزا تعالى قابل معايا عندك صديق تاني ممكن اول ما يسمع الازان في المسجد يقولك يلا بنا نصلي فانت هنا عندك المفروض ان عقلك هيقدر يحدد انت فعلا تكون مع مين مين اللي انت عايز تكون زيه مين اللي انت شايف ان هو هيغير فيك شوف انت عايز تتغير للأحسن ولا للأوحش عايز تكون في طريق الجنة وطريق المسجد ولا في طريق حاجات تانية اخرتها هتكون بتأدي للتهلكة انت كبنت ممكن يكون عندك صديقة تقعد تقولك ما تيجي نغير لون شعرنا ما تيجي نقلع الحجابة ومش كفاية كده بقى احنا عايزين نجدد الواحد زهق التجديد مطلوب برضو عندك صديقة تانية ممكن لما تشوف حتة من شعرك بينة او حتة من جسمك بينة تزعل منك جدا وتوجهك وتقولك خلي بالك عشان انت كده هتتحاسبي شوفي برضو انت عايزة تكوني مع مين عايزة تكوني مع البنت اللي هتجرك للجنة وهتكونوا مع بعض صحبة صالحة ولا البنت اللي هتكون معاكي في طريق اخرته مش هتكون كويسة دايما بنتكلم عن الاصدقاء وبنتكلم عنهم ان هما بيكونوا حاجة اساسية في حياتنا ممكن حد مننا يعتبر اصدقائه بيكونوا بمثابة عيلته التانية وفعلا بنسميها كده دول عيلتي التانية فيه شخص بيكون مميز في حياتنا اللي احنا بنسميه في الجيل بتاعنا البست فريند دي لازم ان احنا نختارها بتأني لان احنا بنقعد معاها اكتر وقت ممكن ممكن نقعد مع الشخص ده اكتر ما نقعد مع عيلتنا فللأسف بنتطر ان احنا بنتطبع بتباعه وبنتطر ان احنا ناخد من شخصيته وناخد من كلامه وناخد من اسلوبه علشان كده لازم نختار اصدقائنا لازم يكون عندنا نظرة ده فرح لي ده فرح بنجاحي ده وقف جنبي ولا لأ ممكن لو انت مثلا بتحقق حلمك او بتعمل حاجة معينة تلاقي ناس جات تحبطك وتقعد تقولك ان انت اتكبرت عليهم او ان انت بقيت متغير او ان انت مش نرفع في الموضوع ده دول ما ينفعش يتقال عليهم اصدقاء دول وانت ماشي في طريقك لازم ترميهم ورا دهرك بس لما توصل بقى بجد ساعتها ما ينفعش ان انت تكون معاهم لان انت المفروض عندك عقل بيميز فانت هتعرف ان دول فعلا ما ينفعش يكونوا اصدقاء من اهم الحاجات في الصداقة وهي جبر الخواطر ان احنا يكون فيه بنا وبين بعض جبر خواطر ان احنا نجبر بخاطر بعض ان احنا يكون فيه بنا موادة ورحمة ان احنا نكون بنخاف على بعض فعلا من قلبنا نتمنى الخير لبعض جبر الخواطر ده شيء من اعظم الحاجات اللي في الدنيا هي عبادة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصينا بيها ولكن عندنا غفل عنها شوية جبر الخواطر مش بيكون في الصداقة بس جبر الخواطر ممكن يكون فيه حاجات كتيرة جدا جبر الخواطر ده يكون مع الناس كلها كان في قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو كان قاعد جالس مع احد الصحابة قاعدين كده مع بعض ففي واحد فقير دخل وقاعد معهم فكان ماسك في ايده طبق من العنب فدخل ودالي الرسول وكان نفسه جدا ان الرسول ياخده منه ما يكسفوش فالرسول خده منه وكان اول واحدة بعد كده الصحابة بصوله لان هم مستغربين ان الرسول دايما كل حاجة بيشاركهم فيها فهو ما عزمش عليهم بعد كده الرسول كل تاني واحدة وبرضو ما عزمش عليهم في تالت واحدة في رابع واحدة لحد ما كله كله فالصحابة عاديين مستغربين جدا هو ازاي الرسول ما عزمش علينا بدا لما الراجل ده الرسول خلص طبق العنب ودالي الراجل وشكره والراجل ميشي في قمة ساعته ان هو قدر يقدم حاجة وان هو قدر يهديب حاجة لان هو مش قدر ان هو زروفه مش سامحة لانه يقدم له حاجة كبيرة فرح جدا ان الرسول خده وكله وشكره بعد ما الراجل ميشي الصحابة بيقوله يا رسول الله هو انت ازاي ما شاركتناش زاي ما بتعود ان انت تشاركنا كل حاجة قال لهم ان العنب ده كان حمضان وان هو خاف ان هو يديلهم منه فحد فيهم يتأفأف او ان هو يبين ان العنب ده كده فالراجل يتأذى او ان هما يكسروا بخطره شايفين مدى جبر الخواطر شايفين قد ايه عظيم يعني شايفين هو كل حاجة ممكن تتعبه وتكون ضرر ليه او ضرر على معدته لمجرد انه ما يكسرش بخطر حد كان عايز يقدم له حاجة احنا ممكن ان احنا يعني نجبر بخطر بعض بحاجات بسيطة جدا ابسط من كده بكتير ممكن بكلمة ممكن بنظرة ممكن الزوج يجبر بخطر زوجته بكلمة انه مثلا يقولها تسلم ايديك الاكل كويس ممكن الاولاد يجبروا بخطر امهم بكلمة انه هما يقدروا تعبها طول اليوم ممكن المدرس يجبر بخطر تلميزه بكلمة الطبيب يجبر بخطر المريض بتاعه بكلمة او انه هو يحاول يطمنه على نفسه ده برضو جبر خواطر يحاول يقوله انت كويس هتكون كويس مع العلاج مش انه هو يفضل يقوله انت عندك وعندك ويفضل يوهمه ده برضو نوع من انواع جبر الخواطر جبر الخواطر ان احنا بسا لما نلاقي حد في الشارع او بنت صغيرة بتبيع مناديل او ستة جبيرة قاعدة نجبر بخطرها ولو بحاجة بسيطة جدا احنا ممكن نجبر بخطرها حتى بابتسامة مش لازم ان احنا نبص لها البصة اللي هي بتخليها متضايق او تحس ان هي حاجة تقيلة على المجتمع جبر الخواطر حاجات كتيرة جدا وزي ما قلنا انه دي عباد عظيمة ولكن عندنا غفلة عنها من صار بين الناس جابرة للخواطر ادركه الله من جوف المخاطر نحط الجملة دي قدامنا دايما ونحاول ان احنا نبص بخطر بعض نحاول نخليها حاجة في حياتنا كنوع من انواع الحسنات اللي ناخد بها حسنات في يومنا يعني احنا دايما بنرتكب معاصي كتير ودايما على اخر يومنا بيكون عندنا حاجات كتيرة جدا عملناها فنحاول ان نخلي دي من الجزء الايجابي اللي في حياتنا نيجي كده في اخر اليوم نحس ان احنا عملنا حاجة وهي فعلا عبادة بسيطة جدا ولكن سوابها كبير جدا يارب تكون الرسالة وصلت وان احنا فعلا نقبر بخطر بعض كلنا وان احنا كمان نتعلم نختار اصدقائنا علشان كلنا نكون صحبة خير في الجنة ونكون مع بعض صحبة صالحة ويكون مفيش فساد في المجتمع من الصحبة السوء بكده انتهت الفقرة الاولى معايا في الفقرة التانية فقرة مميزة جدا وهيكون معايا الداعية الاسلامي محمد سلمي انتظروني في فقرة مهمة جدا ولكن بعد الفقرة دايما بقينا بنحس بخوف وقلق بقينا حسين ان الدنيا دي فانية ومش دايما لحد حسين ان الدنيا دي حاجة ملهاش لازمة وممكن تنتهي في اي لحظة خصوصا الفترة اللي فاتت والازمات الكتيرة اوية اللي احنا مرنا بيها من فيروس من حاجات كتيرة جدا من حاجات كنا بنشوفها اول مرة في حياتنا ان احنا نشوفها لحد موت الشباب اللي كان فجأة ممكن حياة الانسان تنتهي في لحظة نتيجة تحاليل كفيلة ان هي تغير مجرح حياتك خالص ممكن لحظة انت بتعدي الشارع تنتهي فيها حياتك ممكن لحظة زعل تمر بيها تأذي الجلطة تفقد فيها حياتك علشان كده دايما بقينا خايفين بقينا دايما عندنا احساس بالخوف تجاه ان احنا ممكن في اي لحظة نفقد حياتنا بس هل في اللحظة دي هيكون عندنا استعداد ان احنا نقابل ربنا وان احنا فعلا هنكون على اتم الاستعداد ده ولا لا علشان كده لازم نعمل وقفة مع نفسنا ولازم نتغير ولازم اي حد بيعمل اي حاجة يتوب منها او على الاقل يحاول ان هو يرجع لطريق ربنا شوية لان ما فيش طريق في الدنيا احسن من ان انت تكون مع ربنا ما فيش اي حد في الدنيا تكون معاي ومرتاح غير لما تكون مع ربنا علشان كده النهاردة معاي اضيف اللي مشارفني الداعية محمد سلمي وهيتكلم معانا عن الموضوع ده بصورة اكبر اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك نورتنا اهلا بحضرتك في البداية كده عايزين نعرف منك لو حد حابب فعلا هو يتغير وعنده نية صادقة يبدأ ازاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحية وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه انيب اما بعد اذا تحدثنا عن التغيير او اي انسان في الدنيا عايز يتغير او ناوي نية صادقة مع ربنا عايز يتغير في خطوات لازم يمشي عليها مش اولا انها تغير وخلاص لا لازم حاجات يمشي عليها مع ربنا عشان نقول في الاخر ان هو فعلا يتغير طب ايه الخطوات اللي احنا نقدر نعلم اول حاجة لو هو عايز يتغير صدقا مع ربنا اول شيء نتكلم فيه هو الاعتراف انه كان غارقا في وحل المعص يعني اعترف مع ربنا انه كان غرقان في وحل المعص ماعنى يعني إذ أن البداية لأي شفاء من أي مرض هو الاعتراف بالمرض حقيقة مريض السكر أو الكبد لو مش يعترف لنفسه أنه هو مريض مش هيتعالج مش هيتعالج بالضبط هو ده التغيير إن التفكير في التغيير يعتبر تغيير حتى لو ما تغيرتش يعني أنا ما تكبرش على أن أنا عملت زنب معين لا أعترف بي عشان أقدر أتغير فعلا تمام كلام سليم زي الإنسان اللي مشرب سجاير مثلا بعض الناس يقول لك لا عم الشيخ والله الشيخ دي مش حرام ولا حاجة دي مكروه إن هي حرام بس هو عايز يقين نفسه إن هي مش حرام عشان يشربه يعني بيحلل الأمر لنفسه بالضبط كده يبقى أول شيء لو هو عايز يتغير فعلا يعترف قدام ربنا وده حاجة مش عيب يعني ده حاجة بالنسبة له مش عيب وحتى لو سألت مثلا حضرت دلوقتي في حد في الدنيا راضي عن نفسه أكيد لا كل واحد عنده زنوب أكيد بالضبط ولازم دايما تتهم نفسك بالتقصير دائما وأبدا تتهم نفسك بالتقصير ودائما توضع وصلت طمع مش هتوصل السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعلت يبقى أول شيء هنبدأ بي إن شاء الله الاعتراف بالذنب أمام الله الله عز وجل احنا ممكن نذكر العناصر كلها بعد كده نتكلم عن كل عنصر لوحدة تمع لو احنا نتكلم في العناصر يعني أول شيء الاعتراف بالذنب وبعد كده التأمل التأمل في عظيم الجناية وبعد كده الاستعانة بالله عز وجل وبعد كده الدعاء وبعد كده العزيمة الصادقة فيه أمور كتيرة مش شرط حاجة معينة يعني هي بتجي متتالية ولكن هي شروط تمشي عليها عشان تعرف بعد كده أنك فعلا تغيرت تحسي مع نفسك يعني لو تكلمنا عن التأمل في عظيم الجناية انت سرقت قتلت زنيت والعيز بالله هو انت مين عشان تعصى ربنا خدها كده تدريجيا انت مين عشان تعصى ربنا الموضوع صعب خلص يعني انت لو فكرت في نفسك يعني انت أولك نطفة مذرة آخرك جيفة قذرة تحمل وفيها حشائك العتل وتملكش يقيم ما مع ربنا انت لو هنحسبها بالفلك بالفلك انت دلوقتي احنا قعدين دلوقتي انا قعد في ربع متر مثلا اولا نص متر ولا متر احنا دلوقتي بالنسبة للقاهرة كام نقطة نقطة على الخريطة طب القاهرة بالنسبة لمصر نقطة طب مصر بالنسبة للكرة الأرضية نقطة والكرة أضيئة بالنسبة للشمس نقطة والشمس بالنسبة للمجرة والمجرات بالنسبة لسبع سماوات أنت بقى فيه أن تقوله عشان تعصاه يعني صدق الشعر يقول أيا شابا لرب العرش عاصي أتدري ما جزاء ذوي المعاصي سعير للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي العصاة يعني مش فيه ناس يفكروا العصيان سهل يعني وقولك على حاجة مهمة أستاذ المشاهدين يعرفوا حاجة زي كده فيه ناس من كتر العصيان كلبهم أخذت على العصيان بالضبط مش بيحسوا بمدى الحاجة اللي هم بيعملوها حتى لو عمل حاجة حلوة بالنسبة له حاجة عادية لأنه وخد على الزنب الله عز وجل قال كلا بل ران يعني الموضوع يحط على القلب ونقطة سودة مهما عمل ده يعني ذنوب كثيرة تتراكمت على القلب مش عارف يعمل فيه يباحنا أنه يتأمل في عظيم الجن حتى ربنا حتى بيقول خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إليها بالمعص ممكن نشرحها ونفسرها للسادة المشاهدين الله عز وجل قال خيري إلى العباد نازل يعني ربنا بنزل لك كل خير وشرهم إلي صاعد تعصى تسرق تقتل تزني تعقل والدين تعمل كل حاجة عرغم هو بنزل لك كل خير هم يعني ما نفعش يتم من أكد بالزبط بالعامية ما نفعش تتم من مع ربنا أكد هل نرجع للكلام حضرتك ولكن معنا عمر من الشرقية ألو السلام عليكم يا فندم عليكم السلام أهلا بحضرتك اتفضل أهلا بحضرتك ممكن حضرتك بس تسمعنا من التليفون حاضر يا فندم حاضر يا فندم تفضل حبيب الشيخ محمد اللي منور الشجد كلها سيدنا مغالي حافزكم الله يا كريمة ده فعلا نعمى صديق اللي يتكلم عن الصاحبة الصالحة لا كريمة ربنا يا عزك دايما كده منور ومفعلك كده دائما ربنا يوفاك بسجدك يا حبيبي بعض ما عندكم يا سيدنا حافزكم الله خير حبيبي ربنا يا عزك كده منورنا دايما يا حبيبي لا يا كريمة اتوفيك كده إن شاء الله شكرا لحضرتك بنشكر حضرتك على المدخلة نرجع لكلامة بعد ما يتأمل إن هو في نظر ربنا حاجة صغيرة لو هيتكلم في حاجة بعد كده أن يستعن بالله عز وجل في كل شي يحط ربنا في كل حاجة فأمامه وطب يعني إيه استعانة لو حد يعرف يعني استعانة الاستعانة هو العجز التام أمان الله عز وجل إنك عاجز في كل شي وأن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك حط ربنا فرض علينا أيبنا قرأها في كل سورة إياك نعبده إياك نستعين هي دي الاستعانة نحن نستعين به في كل أمورنا حتى في النهاردة كده نستعين به في هذه الحلقة لعلى خير يعني إن شاء الله بإذن الله ولا تكلّي نفسي طرفة عام فإن فعلا الإنسان ملوش في نفسه حاجة يعني الإنسان أصلا مش هيقدر يعمل أي حاجة ولا يكون موفق في أي حاجة هيعملها غير بأنه يستعين بالله نعم وأنه يكون فيه توفيق من ربنا ليه صح ولو حطي ده حاجة في دماغه ده شرط أساسي إن هو يوفق شرط أساسي لو أنا أتكلم في نقطة رابعة هنقول الدعاء وده أفضل شيء للمسلم إن هو يدعو ربنا في كل حاجة يتضرع إليه يتذلل عنده قيام الليل يتضرع أنا عايز كل واحد عايز تغيره فعلا يدعو ربنا في بعض الناس في بعض الإخوة إن شاء الله الحمد لله يعني متابعين معاي يعني كانوا يعني مش على طريق الصواب يعني أنا دايما أقول لهم ادعو طيب حتى بقول لي عمي الشيختي بقول لي مثلا دعاء مخاصص أقول لها مفيش دعاء مخاصص أنت بينك من ربنا قول اللي أنت عايزه حتى لو بالعامية خالص قول اللي أنت عايزه هو سمعك ربنا أكيد هيبقى سمع هو عارف أنه عايز أنت عايز منك أنت أنت طلبه وهو هيغير ولكن يكون عندك النية من جواك أنك عايز تغير الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقومي حتى يغير ما بأنفوسهم أنا ممكن أضحك عليك والله أنا هتغير عم الشيخ وفي الآخر يطلع يعمل زم لازم يكون عندي برضو يعني العزمة من جوايا إن أنا عايز أتغير إن أنا في حاجة عايز أتغير علشانها أو في حاجة يعني في زم بلازم أقلى عنه عشان أتغير فدي طبعا حاجة بتكون أساسية قبل ما ألجأ إن أنا ألجأ لربنا صح أنا حتى لما تكلمت في الموضوع دوات أفضل شيء شايفها إن واحد لو عايز تغير ما ربنا بجد وصدق العزمة الصادقة مش العزمة العزمة الصادقة ما فيها ما أنا عندي أنا عندي عزمة دلوقتي أنا عايز أتغير بزر طب بعدين بقى العزمة الصادقة ممكن تكون عزمة مؤقتة وتروح عادي لا ده إحنا عزمة صادقة على طول مش هتوقف في نص الطريق لا على طول حتى يعني نضرب مثل بسيط خالص سيدنا أنس ابن النضر سيدنا أنس لم يشارك مع الصحابة في غزوة بدر وكان زعلان جدا جدا حتى بكى واشتد بكاؤه وعناح عيناح مرت يعني فلما جاءت غزوة أحد وذهب مع يعني خلى يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعجب استعجب من أمره طب بس الغزوة دي بس شوف عمل فيهم إيه لإن قاتلناهم مرة أخرى سوف ترى مني ما يشرح صدرك وتقر به عين لتشوف بس أعمل لك فيهم إيه وفعلا جاءت غزوة أحد زي ما أنت عايز وطبعا كل الناس عارف القصة فر بعض الرما وبعضهم ألقى السلاع بعضهم تأهل الإسسلام فين بقى سيدنا أنس اللي عمل أقول لك هعمل واسوي وابتع حفر لنفسه حفر وألقى فيها نصف جسده نصف جسمه بس وفي يده السيف والرمح وعلى ظهره جعبة النباء يعني ما ده خلص أنا هيموت هيموت ما فيش بعد كده خالص قبل ما أكمل سيدنا أنس ربنا نزل في حقه آي أنا لما قلت المضاء دوت أنا بكيت قبل كده لما تخيل لما واحد يعمل حاجة ربنا ينزل في حقه آي فرآه سعد بن معاذ قال ماذا تفعل يا أنس قال لماذا تفرون يا سعد قال قتل رسول الله قال موتوا على ما مات عليه وإنتوا بتفروا من إيه هي الحالة طعم أصلا بع سيدنا النبي أنتوا بتفروا من إيه فقال والله إني لأجد رائحة الجنة وأخذ يقاتل ويقاتل حتى رزق في وجهه وفي صدره أكثر من ثمانين طعن لم يتعرف علي أحد محدش عارف إن ده حتى الصحابة لم يتعرف عليه سوى أخته كانت تعرفه في علامة كانت في أصابع قدمه ونزل الله عز وجل في حقه قرآن يتلى إلى قيام الساعة قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لو تقول الحق إن ده هو ده يطلق عليه راب هو ده من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هو ده الرجل فنظري يعني وجهة نظري والله ما فيش عزيمة بعد كده أبدا بالضبط فعلا يعني إيه تاني هنتكلم عن وفيه مور كتيرا كمان لو عايزة تغير استغفار والصالح النابي كمان والتوبة الصادقة والتوبة الصادقة من أهم الحاجة تكلمنا بقى عن العنصر ده شويه هو بعض العلماء قالوا لو هنتكلم عن التغيير قال إن التوبة قابل العزيمة وده فعلا حقيقي ولكن قدمت العزيمة عشان أنا لو مش عندي عزيمة مش أتوب هو ده أنا اللي عمله يعني أنا المتقدم العزيمة من عندي ولكن عما قالوا أن التوبة لازم تكون موجودة الأوجل بالضبط التوبة في بعض الناس أنا هشرح الموضوع دوت باستفادة لأن الناس في فهم غلط التوبة هو يجب على كل مسلم ليس كل عاصي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب رأى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب في اليوم أكثر من مئة مر سيدنا النبي بيتوب في اليوم الواحد أكثر من مرة طب أنا وإنتي بقى نتوب كم مرة سيدنا النبي لربنا قال له لا سيدنا النبي ربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بيتوب في اليوم الواحد أكثر من مئة مرة اللي ربنا قال له ووضعنا عنك وزرك مش عليك حاجة خالص بيتوب في اليوم مئة مرة طب أنا وإنتي بقى نتوب كم مرة نروح احنا فين كده لا المفروض الواحد يتعلم هو دي التوبة المشكلة الناس مفكر ان اللي يتوب العاصي لا مش العاصي خالص التوبة اجيب عليك انت وعلي انا دلوقت مش لازم واحد يعصى انشان يتوب طيب في بعض الناس مثلا ممكن تتوب في وقت وترجع للزنب ده تاني نعم ده بيرجع لعدم العزيمة الصادقة لا احنا تكلمنا فيها لوه عنده عزيمة صادقة ما يرجعش لان لوه رجع للموضوع دوت مش هيقبل منه التوبة بعد كده الزنب وراء الزنب وراء الزنب هيتطلع فيه هنا نقطة سودة مش هيعرف Arno مش هيحس طعم الطوبة ولا طعم التغيير هو اصلا مش هيكون حاشس بمده المعصاة الي هو بيعملها او بالزنب اللي هو بيرتكبه بال Netflix على فكرة سيدنا نوسع عgeh سلام حتى يم بيستغفر بعد الصلاة احنا لوما بعد ما نسلم بنقول ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله تعب حد يعرف هو بيستغفر من ايه طب انا لسه مخلacz الصلاة بيستغفر من ايه كنت بعمل حاجة معصيم؟ لعلك سهوت لعلك كسرت لعلك ولعلك أي حاجة ده حتى بعد خروج النبي من الخلق كان بيقول إيه؟ غفرانك طب هو يقول إيه غفرانك لإيه وكان بيعمل إيه جوه؟ غفرانك لأنه ما استطاع أن يذكر الله بلساني والذي حجبه عن ذلك الخلق يعني هو إزعلان على الخمس دقائق لأضم في الحمام شوف إحنا بنضيع كام ساعة مش كام ديئة كام ساعة على الموبايل بتاعنا طول النهار على الفيسبوك وعلى موقع التواصل الاجتماعي؟ بالضبط هو ده التغيير بالضبط والله فيه نش بيعطي الشباب يكونوا صرين للفجر للفجر ويلعبوا على الموبايل وكل حاجة والأدان يقدم مضوع عادي خالص وهو ده أصلا ده سبب كسرة الموت والله فجأة هو ده السبب أنك تكون قاعد ونايم والهند في ريفي ودانك والأغاني وانت سامع الفجر ومضوع عادي مش بيأثر مع الشباب والآخر يقول لك أصلي هو مات هو ده كسر الزنوب وده من علامات اللي يكون فيه الموت بالكسرة دي للشباب بالضبط ده أفضل أفضل حاجة يعني اللي قاعد ممكن يقتدي بيها أذكر بعض الشباب الموضوع ده كويس جدا واحد يقول لي يعني هل يعني بعد الخطبة أنا في التل كبير وقول لي عمي الشيخ أنا مش قادر أنا عملت حاجات ما ينفعش أحكيها لك ما ينفعش أحكيها لك خالص وأنا حاسس من جوايا أن ربنا مش يرضى عني ولا هيغفر لي وقول لي وش مانا يعني لي وصل لك الأحساس قال لي أنا أقول لك أنا عملت حاجات ما ينفعش حد يغفر هالي خالح حتى ربنا ما يرضاش عني بسوطة تأخذها واحدة كده كده الله عز وجل قالها في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كل حاجة أنت عملت لا تغطفر إلا شرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به هو دي الحاجة الوحيدة اللي مش تغطفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن ربنا ما يغفر لهاش هي دي بس الآن ينفصر نفسها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي حاجة بعد ذلك حتى لو كانت من الكبير ولكن عدم العودة إلى ذلك حتى النساء صلى الله عليه وسلم قال يبعث الرجل يوم القيامة الحديث ذا حلو أول الله يبعث الرجل يوم القيامة فيوجد في صحيفة سيئاته مثقال يعني كتير أول فيأمر الله عز وجل بإدخاله إلى النار فيذهب الرجل ثم يلتفت إلى ربي ثم يمضي ثم يلتفت عملي بصع رب فأمر الله عز وجل بيرجعي هتوب بيبصع الأيدة فقال له لماذا تلتفت تعيزي يعني في حاجة من صحيفة أنت عملتها وإحنا قال لا يا رب طب حاجة إحنا مزود هنا عليك قال لماذا تلتفت قال والله ما كان هذا ظني بك يا رب قال وما ظنك بي قال أن تدخلني الجنب قال أخذه إلى الجنب هنا بقى أنا عند حسن ظن عبدي دي إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر شفت الموضوع أنا بس الموضوع نفس الشباب تاخده بوعي شوية الله لو أخده بوعي لربنا رحم جدا وربنا بيحبك جدا بس الناس عايزة تبعب بيستسهله أه على فكرة برضو دايما الطريق الصحي بيكون صعب وفي نصيحة مهمة للشباب أقول هلكوا اللي عايز يرجع يرجع ومن دلوقت يرجع لأن اللي بيرجع اللي ربنا بيرجع في حاجة واحدة بس لو حصلت المشكلة أو مصيبة أو حديثة أو كارثة هو ده اللي بيرجع لربنا بس تبليه دي ستستانة لما المصيبة توقع وترجع له تبليه أنت معاك هو معاك هو معاك الوقت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله بس بشرطي بقى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون طيب أنت لو عملتك كده إيه جزاءك بقى تمنى استغفرته ورجعته أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورضوان وجنات تجري من تحتها الأنهار ده كله؟ عشان رجعتا ربنا بس هايحصل معاك ده كله؟ هنرجع لكلامك تاني ولكن انت كنت قلتلي قبل الهوى أن انت عندك جزء إنشايت كده سمعنا حيجة بقى احنا نبدأ الأول ببتالي حاجة بسيطة كده بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا يا رب سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة سيدي يا رسول الله ما أنت بشاعر ولا بكاهن ولا كنت لما ما ربك ربك يا محمد ربك ربك يا حبيبي حيث لا حيث لا حيث لا أم تربي ولا أب يرعاك وقم بالليل في جوف الليل وقم بالليل في جوف الليل وادعوا الله وادعوا الله وادعوا الله وارغب لربك بالصلاة على محمد النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله جميل جدا جميل جدا خلينا بقى نرجع لموضوعنا كنت برضو أبتلي من أهم الشروط في التوبة هي تغيير الصحبة كلمني عن النقطة ذي تغيير الصحبة ده أهم عنصر من الموضوعي وده بيكون البداية وده اللي أنا كنت رسا بتكلم فيه في الفقرة الأولى نعم ولو حد تغير وفعلا مش للطريق الصح ده أول سبب بيخلي يرجع تاني تغيير الصحبة هنيجي نقيس من ناحية الصحابة شوف انت صحابك كانوا قبل التغيير عاملين ازاي؟ وبعد التغيير عاملين ازاي؟ بمعنى؟ الصحبة الصالحة عاملة ازاي؟ والصحبة السوق عاملة ازاي؟ الصحبة الصالحة هتلاقي واحد بيقولك يلا نصلي العصر يلا نقرأ قرآن صحيك ان ان شاء الله انا ارضى نصلي الفكر فيه شيخ اسم الشيخ احمد الجبر بيصحيني انا بيصلي الفكر كذا من الله خير الله خيرا وصحيه زمرة كتير مشايخ معنا يعني بس الله عز وجلاني بباركة فيه ده الصحبة الصالح لا ده هو حتى يعني حتى لو فيه مئة واحد هيصحيهم ليه؟ هو ده الصحبة الصالحة ده اللي انا افتخر بين هو صاحب ده اه يضريني مش انا اللي بقول ربنا اللي بقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يعني صاحب عدوي اه عدو ممكن يوديك عالقهوة يوديك معرفش تشرب سجير تشرب مخدرات وده ما اكثروا يعني ما اكثروا تبني مشيت النهاردة خصوصا الفترة دي في الشباب حاجة ما انتشرب بصورة مزيلة كثرت 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 انا عايز اقول لي اي واحد بيتغير ما يبصش للناس دي بعد ما هو يتغير ما يبص لهمش ابدا ولا يقعد معاه واما ينسي انك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القومة ما تقعدش معهم تاني سيبهم خالص ممكن حد يقول طب انا اقعد معاهم ومثلا مش هعمل الحاجة اللي كنت بقيت لها قبل كده لا يصيروا هيرجع لهم هتقعد معاهم انت معاهم شي طبيعي انك خلاص يتقوم يتقعد لو قعدت هتكمل الصاحب ساحب اه طبعا واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا اعمل فيهم ايه فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير واحد احنا عاديين في قاعدة كويسة اتلاقي ناس بتنموا او غيبة ونميم اععد معاهم لا اعرض عنهم حتى يخوضوا يدخلوا في موضوع تاني بالضبط كده انا اععد معاهم يبا اخذ عليهم سيئة تبلاقيه بقا يبا هي دي تغيير الصحبة عن المرء لا تسأل وسلعا قرينه فكل قرين بالمصاحب يقتدي واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب إن كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الردي دي حاجة كويسة جدا والله حتى في بعض العلماء قال يعني لو عايز اسأل عن استوزك هاد مثلا عايز اعرف مثلا هي كويسة وحشة يعني لو عايز اسأل اسأل عن صاحبتها مين أشوف صاحبتها اللي هي ماشا معي لو هي كويسة يبقى جهات كويسة لأن احنا بنتطبع بتباعة بعض بالضبط انت هتمشي معاها بالضبط حلوة هتبقى حلوة وحشة مش فيها مش فيها نقاش حتى يعني عشان كده يكون عندي فن وأنا بختار أصدقائي بالضبط إن انا أشوف هي ودين الفين نهاية طريقنا هيكل فين طيب أنا هقولك على حاجة واللي العزيز أصلى الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يجعله زخرة لي دائما ما حييت والدي دايما وأنا في السنوي كان دايما أقول يا محمد بلاش السحاب كذا وأنا مكنتش بسمع الكلام بأمانة يعني زي أي حد في سن السنوي أنا دلوقتي بقول يا ريت ان اسمعت كلام لأنني فعلا دخلت في فترة برضو مش كويسة بقول بصراحة يعني هو لو كنت اسمعت كلام وكيد هو كان بيشوف أحسن مني وأنا دايما بتكلم هو قال لي ما تنشي سمع السحاب دون من فروض بكون تسمع كلام لأنه هو شايف أحسن منه وفعلا هم اللي كانوا سبب ضرر لي حصل يعني بصبتة ما بيكون أهليهم نظرة غيرنا يعني هم بيشوفوا بنظرة تانية غير نظرتنا نظرتنا بتكون صبحية شوية حتى من ضمن الأسباب في التغيير بر الوالدين لو عايسي ده غير ما انت مش هتعرف مش هتروح تصلي وتصوم والنوافل وكيام الليل وتنزل تسوب وأباك وهم مش ماشي مع بعض ده لازم ده أهم شيء ده الله عز وجل قارن عبادته بإحسان الوالدين أي أي في القرآن وعبد الله وابلدين إحسان وقد ربك مع بعض يبقى انت لو عايس تتغير معاك أبوكم أفضل طريق ممكن يكونوا البداية طريق البداية لأي حد مش قدر ممكن تلسه أقول كده والبعا ممكن يبقى طريق بدايتك مع والد ووالدتك تتغير بيهم مثلا انت كنت ما بتعملش حاجة يعني كل شيء كل يوم أقول بذيئة وألفاظ خارجة ممكن تبدأ واحدة واحدة يعني مع الأب والأم هتلاقي الحياة كلها جنة بالنسبة لي طب يا عم الشيخي أنا عملته كل حاجة ومفيش أي حاجة بتغير اتغيرت وبقت كويس حتى بروح الشغل بتاعي كويس وبرح سبعة الصبح وما فيش أي تغيير حصل أنا عايز أي واحد في الكون كله يفهم إنك مش بتجرب مع ربنا انت عايش في نور ربنا وانت موجود في الحياة هنا عشان العبادة بس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا انت موجود هنا تعبد بس انت تعبد بس ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا عم الشيخ والله بروح البدري الصبح وأعمل كل حاجة بني بروح من سبعة أرجع على الساعة أربعة وغير بيترقوا ده معاك ده ربنا معاك هيكفأك مش لازم في المال مش لازم في الترقية ممكن يكفأك في زوجك في أولادك كويسين زوجة صلحة لأنه فيش أي حاجة بنعملها بتروح كده أكد أبداً الله عزيزيلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمره تعبك مش هيضيع اتغيرك واتكيت على نفسك وبيعت عن أصحاب السوق وعملت كل ده وجهدت مع نفسك فبنها هيعوض الخير من أعظم الجهات في الدنيا جهاد النفس صح ليكون حاجة صعبة جداً من أصعب النفس أصعب الحاجات اللي ممكن تواجعها في حياتك جهاد النفس أصلاً أنت بتحارب مع نفسك طب إحنا إزاي بقى يكون عندنا جهاد لأنفسنا ونبدأ إن إحنا يعني نحط كده عايزين ما نمشي عليها إن إحنا نتغير أقولك عقا كويسة فضل لو إحنا عايزين نتغير بجد بقى وعايزين نحط قدامنا سبب كويس يعني أول شيء تعمله وتعمل بيه وده النصيحة لو حد عايز مني النهاردة يسمع حقا كويسة أو عايز يتغير بجد مع سلاح اسمه سلاح الاستغفار وده النصيحة اللي عايز أوجيها لكل شاب عايز يتغير إلزم إلزم الاستغفار الاستغفار سبب رفع العذاب عنك في الدنيا والآخرة رغم إنه هو شيء بسيط جدا ومش مكلف أو الله ده أعظم شيء في الدنيا أقولها على الهوى مباشرة أتحد أي أعظم شيء في الدنيا استغفار الله عز وجل قال وَمَا هَكَانَ اللَّهُ لِي وَعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ طول ما النبي مع الصحابة ربنا مش يعزب الصحابة طب هو ماته سبنا خلاص هيعزبنا احنا لأ سب لنا أحسن حاجة في الدنيا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِي وَعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ من الحاجات برضى اللي احنا نعرفها عن الاستغفار ان هو بيفتح الأبواب المغلقة نعم ويفتح أبواب الرزق انت لو عايز فلوس حد عايز عملي ولي هو حد عايز فلوس اجيب لك فلوس دلوقتي في ثانية بالاستغفار فَقُلْتُ إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ شوف المال والبنون مع ايه مع الاستغفار اللي احنا ولا بنقوله ولا واحدة في اليوم ولا واحدة معاك سلاحه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه في صحيح مسلم من حديث أنس وثوبان لأنهما كانوا يلازمين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال من نزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرج ومن كل هم مخرج ويرزقه من حيث لا اهتسب ما لازم الاستغفار يعني يجعله ملازما له في العربية بتاعتي في المواصلات في أي مكان استغفر الله استغفر الله سؤل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول لك كتابه النبي كان بيستغفر ازاي في صيغة معينة استغفر بها سؤل ابن مسعود كيف كان يستغفر رسول الله قالت أم المؤينة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام ده حاجة أسهل ما مفيش من كده بس الناس بتتكاسل والله ما فيه أعظم من طريق ربنا والله لو دخلت فيها تلاقي فيه نور بيوضح لك كده فيه نور معاك يعني حتى بعد الشباب يعني عايز مثلا يننجح عايز جيب تقدير في كلية عايز في السنوية اتلاقي المساجد في وقت الامتحانات مليانة والله العظيم في آخر صف موجود وفيه بعض الناس بتثبت المنابه بتاعه تصحى تصلي الفجر مخصوصه اتنام تاني عشان فترة الامتحانات لا ده بتشوفي حاجات صعبة جدا لا يتخيلوا عقل يعني مثلا اضرب مثال صحابي جالي اسمه حاتم الأصم هالفكرة الماضية ده صعب جدا حاتم فاتته صلاة العصر في جماعة يعني شوفي هل يحزن الواحد منا لو فاتته صلاة جماعة يا عم احنا نصلاها في البيت يعني مفيش مشكلة خلص بصوتش الناس أصلا بتأثر في صلاة الفرد بالضبط يا عم الشيخ انصلاه في البيت انه مشكلة يعني محصلش حكا يعني يعني اربع ركعت في البيت يعني حاتم الأصم فاتته صلاة العصر في جماعة فلما انتهوا جاء الصحابة إليهم جاء الصحابة إليه في ايه كلهم في البيت عدوه في البيت جاءوا إليه يعزونه تخيلي بعزوه في صلاة العصر فقالوا فلاق العدد قلة الصحابة لقوم شوية صغيرين بس فقالوا أنتم أنتوا بس اللي جئينتوا عزوني في سلاة العصر قال والله لو أن ابن من أبنائي مات لجاء أهل المدينة كلهم يعزونني المدينة كلها يجي عزوني فوالله والله لموت أبنائي كلهم أهونوا علي من فوات سلاة الجماعة قد إيه الموضوع عظيم أنهم عظم الأمر للدرجة دي لا ده الموضوع كبير يعني عشان خطر سلاة العصر في جماعة عزوا الصحابة عزوا ليس المصاب من فقد الأحباب إنما المصاب من حرم الثوات لما نتأمل في الحاجات دي بنكتشف أن إحنا مقصرين فعلا لا إحنا مقصرين جدا وأي حاجة بتحصل لنا إحنا السبب فيها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس مش معنى ليوذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إحنا السبب في كل حاجة على فكرة يعني وقتف تكري أي حاجة حصلت لا إحنا السبب في كل شيء بيحصل وإنت بإيدك تتغير أي شاب في الدين اللي عايز تغير هيتغير ولكن هو طب إن شاء الله على الفكرة فيه نقطة انسيناها مهمة جدا إنت هتتوب صح كده وفي عزيمة وكل حاجة طب هتتوب إمتى إن إحنا نعجل بالتوبة آه يعني أنت إن شاء الله خلاص ما أنا غلع عام الشيخ إن شاء الله أنا مش هعمل حاجة تانية غلط هتوب يوم الجمعة طب ما أنت عندك الخميس إنت مش ضمن عمر لا إزاي إحنا عام الشيخ اللي يوم الجمعة ده يوم كويس وده خير يوم طلعت فيه الشمس وإن شاء الله هلبس العبال بيضة كويسة كده وحط ريحة وإن شاء الله هطلع عن المسج إن شاء الله دي بيتتوب آخر مرة إن شاء الله ما فيش توبة خالص أنا بقولها لك هوم من دلوقتي ما فيش توبة خالص مش هتشوف توبة دي نهائي لو هتتوب هتتوب من دلوقتي لأنك لو جات لك ساعة المساعة الموت ما فيش إنت له هتمد دلوقتي هو لو عرف إن هو هيمد دلوقتي هيتوب دلوقتي بس فعلا موضوع إن إحنا نعجل بالتوبة ده شيء عظيم جدا جدا إحنا مش ضامنين عمرنا جدا محدش ضامن ده في موضوع مهم جدا سيدنا عمير بن الحمام كان في غزوة بدر عشان طرف المسارعة بتدي قد إيه سواب كان في غزوة بدر وكان جعان كان بقاله ثلاث يم مكلش وفي غزوة فأخرج من قرنه ثلاث تمرات فأخذ نصف التمر الأولى يخذها هو الآن يزوقها بين أسنان بيمضغها يعني فقام النبي خطيبا فيهم فقال من قتل اليوم صابرا محتسبا دخل الجنة الله أكبر من قتل اليوم صابرا محتسبا دخل الجنة فقال عمير بخن بخن يا رسول الله أئذا قتلت اليوم صابرا محتسبا دخلت الجنة قال نعم يا عمير وأنت من أهلها أنت من أهل الجنة فنظر عمير إلى التمرات الثلاث وقال أأنتظر حتى أكلك إنه لزمان طويل وألقى التمرات وألقى بنفسه في أتون المعركة ومرزق والشهادة الله واحد غيره بقى من أيامنا إحنا بقى يا الله يا عم إحنا رزقنا للجنة نخش بقى نأكل فرخة بقى ونسلم على الولاد ونشوف الموضوع عايز بنقل خلاص دمنا الجنة لا ده فيه مسارعة فيه وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة الصحابة الصحابة أحسن ما فيهم يعني الموضوع ما كانش بيأخذ معهم وقت زينا الصحابة كان ممكن يأكلوا زيت ما كانش بلاقوا الأكل وكان بيرجعوا الموضوع صعب جدا أولا يا جماعة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه عايزين طيب ببناءنا على طلب الجمهور في كونترول عايزين نسمع منك حاجة تاني في الإنشاد حاضر الله 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 على نور رسول الله طهل في المعنى على حب جمعنا يل انتو هنا معنا حي رسول الله 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 على نور رسول الله طه حبيب سيده ومرده مريده وليلتي بيزيده رفعه مدد في الله 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 على نور رسول الله امتها شوف عيدي وحضن يدو بيدي وقلو بحبك سيدي وللتي أحيا مع الله 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 على نور رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة جميل جدا عايزين بس منك قبل ما نختم فقرتنا في دقيقة رسالة لكل بنت والكل ولد بيشوفونا الدنيا مؤسرة عليهم والدنيا لهياهم تقول لهم ايه في دقيقة في دقيقة واحدة انصح كل شاب وكل فتاة ان ترجع الرباء حقا وصدقا وليس نفاقا اي ولد عايزة تغير من دلوقتي معانا اصخال احنا قلناه نقولنا عليها وقيام الليل واي فتاة عايزة تتحجب او ترجع لربنا من دلوقتي حالا وانتزم الاستغفار والصلاة على النبي والتهجد والاذكار والتحصينات وكل شيء وقراءة القرآن بس الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك فيهم جميعا وأن يهدي شباب المسلمين جميعا اللهم أمين بنشكرك جدا نورتنا ربنا ينفع بيك الناس دايما حقيقة كانت حلقة مميزة في لقاء منتظر وانا سعيدة جدا بيوجودك معنا النهاردة وان شاء الله ربنا يجعلها حلقة في ميزان حسناتنا كلنا وان شاء الله تكون معنا تاني بشكرك جدا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبدا ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتة ولا حياة ولا نشورة وبكده انتهى اللقاء منتظر نشوفكم على خير في اللقاء جديد فأمان الله